هذا الفيديو ليس نسخة عن فيديو الأخ محمد بيصار لأن أكيد الفيديو كان رائع وما في عندي أي تعليق عليه بس خلينا نقول أنه هذا الفيديو رح يكون مكمل لفيديو الأخ محمد لأنه رح نعمل بعض الأمور المختلفة عن الأمور اللي عملها الأخ محمد فالويدرويد رح نسبته على أورتش بدل فيدورة ورح نسبته على جهاز فعلي بدل ما يكون ضمن ماكينة افتراضية ورح نسبت تطبيقات أندرويد بالكامل بما فيها متشر لجوجل بلاي لحتى تكون قادر أنك تستخدم كل التطبيقات اللي ممكن أنها تخطر على بالك طبعاً لازم أني نوه أنه في بعض التطبيقات أكيد ما رح تشتغل وفي بعض التطبيقات ممكن أنها تطلع بعرض الشاشة بدل ما تطلع بالطول فالمشروع ما زال قيد التطوير وليس نسخة نهائية فإذا عندك برنامج محدد ما اشتغل فاللوم ما فيني لوم أي شخص لأنه لسه المشروع قيد التطوير رح نشوف كيف ممكن أني شغل يوتيوب كيف ممكن أني شغل سبوتيفاي بدك فيسبوك بيشتغل بدك واتساب بيشتغل فكل التطبيقات اللي ممكن تخطر على بالك ممكن أنها تشتغل بحالة Arch Linux أول شي لازم أني غيره في عندي نقطة لازم أنها تكون واضحة أن الكيرنل أو النواة الرسمية اللي بتجي مع Arch Linux سواء كانت Linux العادية أو Linux LTS ما رح تشتغل ولازم أني سبت نواة Zen Linux-Zen إذا جينا للويدرويد اللي موجود على Arch Wiki رح نشوف هذا الكلام محدد بالقسم الخاص فيه اللي بيقول أنه لازم يكون في عندي Linux-Zen وبالنسبة للتثبيت رح نسبته باستخدام AUR فهلأ لو أجينا للترمينال ورح قل له Paro أنا أعمالي أستخدم Paro Dash S رح قل له Way Android وطبعا لازم أني سبت صورة Android اللي هو نظام Lineage بالنسخة 17 ورح نتبته مع حزمة LG Apps لحتى نكون قادرين أنه نستخدم Google Play Store فرح قل له Way Android-image-G Apps طبعا هاي العملية رح تاخد شوية وقت لأنه حجم النسخة أو حجم صورة الأندرويد اللي بده ينزلها بحدود الواحد قيجا مع تطبيقات الأندرويد LG Apps طبعا هلأ هاي الخطوة لوحدها مالها كافية بس بعد ما نخلص منها رح نشوف كيف رح نكفي بالخطوات اللي موجودة على موقع الوايدرويد وليست على الارتش ويكي فهلأ بينما تخلص عملية التثبيت لو جينا للوايدرويد للموقع طبعا أنا ما رح أرجع عيد كل الأمور اللي ذكرها الأخ محمد مثل كيف ممكن أنك تنشئ كيف ممكن أنك تشارك الحافظة كيف ممكن أنك تنشئ مجلد مشترك بين الاثنين فيديو الأخ محمد ممتاز وما في عليه أي غبار وطبعا إذا شفت الفيديو تابعه والفيديو تابعي رح يكون في عندك قدرة أنك تروح وتثبت الوايدرويد على أوبونتو وبالأساس أنا مبارح كنت مشغلها على فيدورة وكنت رح أعمل الفيديو على فيدورة بس بعدين قلت لأ خلينا نعمل شي مختلف عن الفيديو التاني لحتى تكون هيك الصورة كاملة فمع هدول الفيديو هين أكيد رح تكون قادر أنك تثبته على أي نظام فهلا لو اجيت للدوكمنتيشن لحتى تشوف كيف رح فعل حزمة أندرويد فهلا رح اجي للدوكس.ويدرويد ومن هذا القسم أنا اللي بديها اللي هي الكميونيتي بروجيكس وي لايك وبدي اجي للويدرويد سكريبت أنا هذا الريبو اللي بدي أستخدمه طيب الخطوة الأولى بعد ما انتهت عملية التثبيت أني فعل السيربيس أو فعل الكنتينر فرح قلو سودو سيستم سيتي أل إينابل داش داش ناو ويدرويد داش كونتينر دوت سيربيس وبعدها رح قلو سودو ويدرويد إني داش اس جي أبس بأحرف كابتال داش اف بعدها إذا فتحنا الويدرويد فهلأ أول شي رح لاحظوا أنه في عندي البلاي ستور موجود وفي عندي الجوجل إذا جينا لحتى نشوف إذا جينا لخصائص النظام جينا للسيتينجز وأجيت أني حاول أني أعمل لقسم الجوجل وأعمل تسجيل دخول فهلأ أول شي شايف أنه عاطيني نونتفيكيشن عاطيني تنبيه أنه في عندي بعض الخطوات اللي لازم أني أعملها لحتى أفعل البلاي سيريسيز فهلأ ما رح تنجح العملية ورح يظل يعطيني نفس الأرور فهلأ لحتى نحل هاي المشكلة خلينا نطلع من الويدرويد رح نسكره ورح نرجع للموقع اللي حكينا عنه أو للريبو اللي حكيت عنه اللي هو الويدرويد داش سكريبت بهذا القسم رح إجي لقسم الإنستوليشن فأول شي باعتبار أنه نحن موجودين على أورتش لازم أني ثبت الحزمتين التاليات اللي هنن الزيب والسكيو لايت فرح نسخ هذا الأمر نرجع للترمينال ورح نعمل عملية لثق ورح نثبت الأمرين ورح قل له أوكي وطبعا لازم أني نزل كمان البيب الخاصة بالبيثون فرح قل له سودو فاكمان داش اس بايثون داش بيب طيب هلا بعدين رح أرجع للريبو وبعدين رح إجي للقسم اللي بعده فأول شي لازم أني أعمل عملية كلون للريبو فرح نسخ السطر الأول نعمل عملية لثق وبعدين رح قل له cd way droid ورح نجي للقسم اللي بعده ورح أنسخ السطر الثاني خلاص عملنا رح أنسخ السطر الثالث طيب وهلا بيجي للسطر الرابع رح أنسخ السطر الأخير ورح أحذف القسم الأخير منه ورح أطله داش جي نستنى عليه لحتى يخلص من تنزيل حزمة الجي أبس طيب وهلا بعد ما خلصت العملية رح أرجع للأمر الأخير اللي نفسته واستبدل ال-g ب-i فشايف أني لازم أني أفتح ال-way droid مرة تانية قبل ما أقدر نفذ هاي العملية فرح أفتح ال-way droid مرة تانية طبعا اللي ما حكيته بالبداية بس لازم يكون واضح من اسم البرنامج أنه ال-way droid ما بيشتغل إلا مع ال-way land فإذا ما في عندك بيئة سطح متب تدعم ال-way land ف-way droid ما رح يشتغل معك ال-way droid بطيء لأنه بالأساس هو نظام ضمن النظام هو عبارة عن ماكينة افتراضية ضمن النظام تاني فبعض الحالات إذا ما اشتغل عندك ممكن أنك تعمل restart للسيرفيس لحتى يشتغل ال-way droid فهلا بعد ما شغلنا للمرة الأولى فيني أرجع للأمر السابق اللي كان dash eye فهلا مثل ما اللي شايف هاي الخطوة اللي رح تسمح لي أني استخدم تطبيقات أندرويد أو تطبيقات متجر جوجل اللي هي لازم أني أفتح هذا الرابط اللي موجود بهذا السطر وأنسخ هذا الرقم لحتى أعمل عملية تسجيل أو registration للجهاز فأنا رح أفتح هذا الرابط طبعا لازم أني سجل الدخول وبعد تسجيل الدخول لازم أني أخذ الرقم اللي كان موجود وأنسخه بالخانة اللي هي ال-Google Service Framework Android ID رح أقول له أنه أنا مالي روبوت ورح أقول له register طيب هلأ متل ما اللي شايف أنه الجهاز تم التسجيل بنجاح خلينا نرجع ونفتح ال-Wade Droid مرة تانية طيب رح يجي للإعدادات رح نجي لل-Google رح لـ Sign In هلأ رح نعمل عملية تسجيل دخول رح نوافق على شروط هلأ رح نكمل عملية إعداد مثل أي جهاز أندرويد عادي طيب خلينا نشوف هل ال-Google Play رح يفتح ولا لا وهي صار عندي ال-Google Play Store شغال بالكامل قبل ما نكمل بتثبيت أي برامج خلينا نفعل ميزة النوافذ المتعددة فخلينا نسكر ال-Wade Droid مرة تانية نرجع لل-Documentation الخاصة بال-Wade Droid نرجع لل-Documentation لل-Docs كمان رح اجي للقسم اللي كان ال-Wade Droid Prop Options ومن هاد القسم رح انسخ السطر الاول اللي هو المالتي ويندو رح انسخه رح نرجع للترمينال رح اعمل له عملية لسق وبعد هاد الامر رح اعطي space وقال له true ولازم اني ارجع وعيد تشغيل ال-Wade Droid فاذا قلت له sudo systemctl restart waydroid-container.service هلا لو اجيت وفتحت play store فهلا انا من اللانشر مباشرة رح اكتب play لانه انضاف البرنامج للانشر رح شوف انه فتح عندي بنافذة مصغرة بنافذة مستقلة وليس ضمن اللانشر الخاص بال-Wade Droid فخلينا نثبت اي برنامج خلينا نثبت اليوتيوب ورح ايجي لليوتيوب وقال له install وهلا بعد ما ثبتو خلينا نفتح اليوتيوب شايف انه فتحت عندي نافذة ضمن نافذة خلينا نثبت برنامج تاني على سبيل المثال ال-Spotify طبعا ببعض الحالات ممكن انه الكيبورد الكيبورد اللي عندك ما يشتغل وتكون مضطر انك تستخدم الكيبورد اللي على الشاشة بحال بحجزاتها فبهي الحالة بس مجرد انك تعمل restart للكونتينر بيرجع بيشتغل الكيبورد مثل ما حكيت المشروع ما زال قيد التطوير وهي البوغز يعني الا ما تكون موجودة فهلا هاي صار عندي ال-Spotify لو اجيت وفتحته كمان رح شوف انه ال-Spotify اشتغل طيب لو ما بدي افتحه منه خلينا نسكر كل البرامج اللي فتحناها ونيجي لل-Launcher لو اجيت لل-Applications رح شوف انه صار عندي ال-Spotify موجود لحاله ما في داعي اني افتحه من ال-Google Play صار عندي اليوتيوب لو رجعنا فتحناها رح نشوف انه صار عماله يشتغل بدون اي مشاكل وهذا الكلام وانا موجود على كرت شاشة انفيديا ما وجهتني اي مشاكل يعني ما بعرف اذا كان المشروع اطور بحيث انه يشتغل فعلا مع انفيديا ولسه الموقع او ال-Documentations مع عكسة هذا الكلام او واجهني يعني حسن القز واشتغل عندي فما في عندي اي مشاكل خلينا نتأكد انه انا موجود على انفيديا فلو قلت له glx info وبعدين قلت له grab-i open gl خليني حط له شوية الوان لحتى نتأكد من انه فعلا موجود على انفيديا داش داش color يساوي always فهلا متى ما اللي شايف بالنسبة للفندر اللي هو انفيديا يارب يكون الفيديو عجبكن واستفدتوا منه لا تنسوا ضغط زر الاعجاب وبالتعي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة